اشتركوا في القناة اذا كانت النقطة محصورة بين 14 و 16 نضع بي النقاط المحصورة بين 10 و 14 نضع في الخلية أصيبية والنقاط الأصغر من 10 نضع في الخلية رترباش انطلاقا من العمود F لهو الموايا اذا لنقوم بذلك هنا للقيام بذلك لا بد من ان نستعمل في هذا المثال الدالة A تعرفنا عليها سابقا ايضا سنتعرف على دوال اخرى ان شاء الله اذا لنقوم بهذا نكتب تساوي C لدينا الدالة A هنا نفرض ان G2 هي احداثيات خلية المعدل حيث هنا كي اي ترجع صحيح لا بد من تحقق الشرطين مع بعض كما نرى هنا النقطة اكبر تماما من 16 وأصغر او تساوي 20 اذا كان هذا صحيح نضع في الخلية تريبيا اذا لم يكن صحيحا ندخل الى الشرط الثاني ثم لدينا هنا C هنا اما ماجسكيل او مينسكيل نفس الشيء كما نرى هنا G2 اكبر من 14 ونفس الشيء G2 اصغر او تساوي 16 نضع في الخلية بيان اذا لم يكن محققا هذا ندخل الى الشرط الثالث لهو اذا كان G2 اكبر من 10 وج2 اصغر تماما او يساوي 14 نكتب عصيبيا اذا لم يكن محققا هذا ندخل الى الشرط الرابع حيث اذا كان G2 اصغر تماما من 10 وج2 اكبر او تساوي 0 نكتب رطر باج في الخلية اذا لم يكن كل هذه الاشياء محققة معناها ان هذه نقطة ليس مسموح بها اي هذه النقطة تكون اكبر تماما من 20 او اصغر تماما من 0 مثلا لنجرب الان النقطة 17 ونرى ماذا ترجع هذه الدالة هل 17 اكبر من 16 نعم هل 17 اصغر او تساوي 20 نعم في هذه الحالة 17 دالة سي ترجع 3 لنجرب النقطة 15 هل النقطة 15 اكبر من 16 لا بمجرد اني وجدت لا ادخل الى الشرط الثاني هل 15 اكبر من 14 نعم هل 15 اصغر او تساوي 16 نعم في هذه الحالة الدالة سي ترجع بيان لنجرب النقطة 9 هل 9 اكبر من 16 لا بمجرد اني وجدت لا اتقدم الى الدالة سي الثانية هل 9 اكبر من 14 لا ثم ادخل الى الدالة الثالثة هل 9 اكبر او تساوي 10 لا ادخل الى هذا المكان الدالة سي الرابعة هل 9 اصغر من 10 نعم هل 9 اكبر او تساوي 0 نعم في هذه الحالة 9 رترباش في حالة اذا لم يكن كل هذه الاشياء محققة اكتب NOT NO VALID اذا لنجرب هذا ساقوم بنسخ كل هذا اكتب هنا مونسيون هنا فقط اغير احداتيات المعدل هنا لدينا احداتيات المعدل في F2 اذا اكتب هنا F2 في مكان G اضع F2 كما نرى هنا B ظهرت في الخلية لماذا؟ لان 16 تحقق هذا الشرط 16 اكبر من 14 و 16 اصغر او تساوي 16 اعرض بي اذا لنعمم النتائج كما نرى هنا هذه النتائج 9 ظهرت رترباش 10 عاصبيا مثلا لدينا النقطة 22 في هذه الحالة الدالة C ترجع NOT NO VALID كما نرى هنا نفس الشيء ناقص واحد NOT NO VALID لدينا 18 في هذه الحالة لدينا 3 لماذا؟ لان 18 اكبر من 16 و 18 اصغر او تساوي 20 تظهر 3 بهذا نكون قد جاوبنا عن السؤال الاخير الان ننعرف ماذا تفعل هذه الدالة ambi care مثلا نكتب تساوي ambi care كما نرى هنا تحسب لنا عدد الحروف الموجودة في الكلمة اذا كتبت ambi care ومثلا بإثنان واغلق القوس ترجع عدد حروف الكلمة في هذه الحالة لدينا احمد يتكون من 5 حروف في هذه الحالة ترجع 5 لنجرب كلمة اخرى نكتب ambi care ولدينا مثلا تريبيا لنرى عدد الحروف هنا 1 2 3 4 لا ننسى الفراغ 5 والبي 6 7 8 9 ترجع الان 9 كما نرى هنا اذا ambi care ماذا تفعل تحسب عدد الحروف الموجودة في المدخل لدينا الدالة الان ambi لنرى ماذا تفعل تساوي ambi كما نرى هنا هذه الدالة تأخذ بلاج وتحسب عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام نكتب من c1 إلى غاية c5 هنا كم لدينا من رقم لدينا أربع أرقام في هذه الحالة ترجع أربع أي تحسب عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام مثلا لنحسب من هنا نكتب ambi ثم من b8 إلى غاية 11 ب11 في هذه الحالة لدينا خلية واحدة تحتوي على الرقم في هذه الحالة ترجع واحد كما نرى هنا سنواصل إن شاء الله في الفيديو القادم